اشتركوا في القناة لشهداء الواجب برئاسة سمولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لمنح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء وتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد إن أسر الشهداء والاهتمام بهم ورعاية شؤونهم ستظل دائما على قمة أولوياتنا هذا ما يؤكد عليه دائما حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة في مختلف الخطابات السامية واللقاءات نظرا للمكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداءنا الأبرار وأسرهم لدى جلالته الذين سطروا مواقف عظيمة في التضحية وضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية فكل أسرة الشهيد هي موضع عناية واهتمام خاص من لدن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة فقد أمر حفظه الله ورعاه بتأسيس الصندوق الملكي لشهداء الواجب عام 2016 برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ليضع أساسا ثابتا وإطارا مؤسسية يحظى برعاية الملكية السامية والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل على وضع البرامج والمبادرات التي يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لأبناء وأسر الشهداء الواجب والحرص على إتاحة المجال أمامهم للمشاركة المجتمعية الفاعلة والمتميزة في المناسبات والاحتفالات الوطنية كافة إلى جانب منح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء الواجب من أجل توفير الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لهم وتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد إن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى أبناءها الشهداء الذين سيبقون محل فخر واعتزاز في ذاكرة الوطن في إقدامهم وتضحياتهم في ساحات العز والشرف من أجل الدفاع عن حياظ الوطن والأمة جمعا اشتركوا في القناة